السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في تقرير جديد لحركة السوق واسعارة تيور على قناة هوات تيور الزينة لو لسه اقول مرة بالتابعة ننزل اعمل لايك وشير للفيديو وعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الدرس ليصلك كل جديد الحمد لله النهاردة حركة اللم ممتازة زي ما قلنا في فيديو يوم الاربع اللي فات بتاعة وقعات حركة السوق ولم العصافير والتجار كانوا مليين السوق النهاردة بكل طاقتهم وكل واحد نازل معاد دين وثلاثة عشان يساعدوا في اللم وعشان كمان يلحق لامه الطلبية النهاردة لان معاد تسليمها قرأ وتجار المحافظات ملموش الكمية المطلوبة منهم ولكن كان عندهم امل النهاردة انهم ما يخلصوا الطلبية بس ملحقوش وده لان الطيور اللي كانت في السوق ليلة جدا واي حد من الهواء كان بيسمع سعر مش عاجبه من التاجر كان بيسيبه وكان بيمش ما كانش بيسلمه وكان بيستنى واحد واثنين وفيه ناس كان بيطرفوا التسلم للتجار وكانوا بيبيعوا تداول وطبعا لان احنا عارفين سعر التداول بيفرق 50 جنيه في الجوز وللاحظتوا النهاردة في السوق ان الطلب كان على كل الطيور بلا استستعمل وزي ما الجمعة اللي فاتت كانت المفاجأة في الطلب على الزبرة فالجمعة دين مفاجأة في الطلب على الجاوة وكمان لسترالي الاسترالي اللي كان مطلوب بشكل ملحوظ جدا لدرجة انهم رفعوا سعر الشغال وكانوا بياخدوا الغامر والفتح بنفس السعر ما كانش فيه مشكلة عندهم مش زي كل مرة يقولك انا هاخد الفتح بس انا هاخد الاحجام الكبيرة بس لأ كان كله النهاردة بتلمك وكان فيه تنافس من الطجار على الكوكتيل بردو بكل تفاراته وعلى الفلال اللي ما كانوش بياخدوها الجمعة اللي فاتت سبحانه مغاري الاحوال كل اللي كان موجود من الطجارة النهاردة اسلوبه مختلف تماما لا تقليب ولا مجادلة لأ حتى الطيور اللي فيها ايوب كانت بتتاخد صحيح مش بنفس السعر ولكن كانت بتتاخد ومن غير نقاش ومش زي الأسواق اللي فاتت اللي كان اللامة على الفرازة وكان بياخد اللي عجب واللي مش عجب يقوله حضرتك انا مش عايف وعشان ما تقولش عليكم يلا بننخش على التقرير ونعرف حركة السوق والأسعار النهاردة كانت مشي ازاي كوكتيل لاتيني 600 صغير 800 كبير كوكتيل حبش 250 صغير 350 كبير الإزابيلة 300 صغير 425 كبير المسبع 300 صغير 400 كبير والبصمات برضو 300 صغير 400 كبير نخش على كوكتيل الفرنساوي اللي هو الوايت فيس 600 صغير 750 كبير فرنساوي إزابيلة 650 صغير 800 كبير البصمات 1000 صغير 1400 كبير القلبينو برضو كان بنفس السعر 1000 صغير 1400 كبير نخش على الاسترالي اللي كان العادن السودا منه ب65 صغير و85 كبير والعين الحمرة منه ب70 صغير و90 كبير والفالو كان برضو ب70 صغير و90 كبير تركيبات الرينبو كاتمية صغير 140 كبير الرينبو كان 200 صغير 275 كبير الانصاص ربعمائة صغير سبعمائة كبير وده كان مستويات حلوة ومستويات عالية الانجليزي كان 1500 صغير 2500 كبير وده كان مستوى محترم مش مستوى عالي قوي ولا قليل قوي شكرا برصاصة 300 صغير 400 كبير الفولة للعادية اللي كان بيبدأ من اول 150 صغير ل 200 كبير الشوشة وكورك كان 100 صغير 140 كبير فولة الرنبو 200 صغير 400 كبير الفولة للاسوينج 600 صغير 700 كبير فولة الاتين 400 صغير 600 كبير بلاكوينج اخدر 300 و بلاكوينج ازرق 400 و ده كانت جواز شغالة و ده كان اول مستوية نخش بقى على الروز اللي اخدر منه كان بـ 200 صغير 300 كبير و اي لون غير اللي اخدر عين سودا 300 صغير و 370 كبير الروز اللاتيني 350 صغير 450 كبير و كان علي طلب الروز الالبينو 600 صغير 1100 كبير و كان برضو علي طلب الروز القبلاين اورنج 650 صغير و 1100 كبير خش على الفشر اللي كان العين السودا منه بـ 200 صغير 300 كبير فشر الاتيني 300 صغير 500 كبير فشر القلبينه 300 صغير 500 كبير خش بقى على الزبرة اللي كان بـ 50 صغير 80 كبير زبرة الأورنجي 80 صغير 120 كبير والزبرة الفراولة 80 صغير 120 كبير المدبوح 150 صغير 250 كبير الكناريا 400 صغير 500 كبير الحسون 300 صغير 400 كبير الجاوة الحبش 250 صغير 350 كبير الجاوة الابيض 300 صغير 400 كبير الجاو الفون 900 صغير 1200 كبير جولدن فينش كان 800 صغير 1500 كبير وحسب اللون طار الميناء 150 صغير 200 كبير وكل المتاح صيد اليمام الماسي 200 صغير 300 كبير الدرة الهندي 2500 صغير 3500 كبير للجوز الدرة الامريكية 15000 جنيه للجوز ده حسب تدريبه وكان كبير المتاح مقس ما كانش شغال كان على وش شو الزنجباري 8000 صيد و11000 مزارع وده سعر الفرد السنغالي 1300 جنيه للفرد البينابل رد 2000 جنيه للفرد البينابل هاي رد 2500 لفرد كويكر لازرق 3500 لفرد وكويكر لاخدر 2000 جنيه للفرد بعد ما تعرفنا على الأسعار اللي كانت موجودة في السوق النهاردة نقدر نقول دلوقتي ان اي حد حافظ على طيوره الفترة اللي فاتت بإذن الله هيبدأ يلم مكاسب منها الأيام الجاية وده لأن الأسعار في ازدياد لأن الطلب عالي جدا من التجار ومن الواضح ان كمية الطيور المتاحة قليلة جدا في السوق وكمان ندخل عالي موسم الانتاج للو حافظت فعلا طيورك المنتجة وصبطتهم فيتامينات وتغزية سليمة هتاخد منهم أحلى انتاج وكمان هتاخد منهم أحلى فلوس وتقدر تطور مزرعتك وتوصل بها الكل اللي بتحلم به خد بالك الطلب عالي من التجار ونستغل الفرصة دي عشان نطلع مكاسب كويسة تعود كل الخسارة اللي شفناها الفترة اللي فاتت من غلق أسعار للحبوب وغلق أسعار المستلزمات كمان والأدوية وخلي بالكو أي حد ينزل السوق ما ينزلش بكميات كبيرة لأن طول ما العرضوا قليل في السوق كل ما السعر هيكون عالي لو عجبت الفيديو دوس لايك واعمل شير للفيديو واعمل سبسكرايب القناة وفعل زر الجرس لأسألك كل جديد